موسيقى دائما نبدأ بمقولة ومقولة اليوم هي مقولة وفاء بني مصطفى فأولي لنا وفاء ما هي المقولة صباح الخير غادة وشكرا جزيلا إليك على هالاستضافة بالحقيقة أنا يمكن فيه إشي من فترة من أربع سنين أو خمسة دائما بكرره وأصبح بالنسبة إلي مقولة ويكررها الكثيرين وجود النساء في الحياة العامة ليس ترف أو بذخ وإنما ضرورة وحاجة ليس للنساء واحدهم وإنما للمجتمع والوطن وأنا يعني يمكن دائما بكرر هذا الإشي لأني بأمن فيه بأمن بأنه النساء بدونهم مستحيل نقدر نبني بلد ونرسم طريق المستقبل إلنا ولا أبنائنا ولا الأجيال اللي بدها تيجي من بعدنا فدائما كمان بأمن بأنه هذا المتطلب مش فئوي بخص النساء لوحدهم إنما كل دولة فعلا حريصة على التنمية حريصة على الديمقراطية حريصة على التقدم للأمام لازم تشرك النساء وتستفيد من كفاءتهم مؤخرا إحنا شفنا فيه تراجع بوجود النساء بآخر دورة برلمانية ومش عارفين هل إحنا نقول إنه الكورونا ولا إحنا نقول إنه نحن نتقدم ولا عم نرجع لورا يعني إحنا بحاجة غادة لإعادة تقييم تجربة الكوتا وللنظر إلى موضوع مشاركة النساء في السياسة بما هو أبعد من فكرة المقاعد المخصصة للنساء نحن بحاجة يمكن كما جاء في الرسالة الملكية الأخيرة في الإصلاح إنه نطلع على البيئة التشريعية والسياسية لتمكن المرأة والشباب لأنه التشريع لوحده بدون تهيئة البيئة الدمقراطية بدون قانون دمقراطي بدون بيئة سياسية حاضنة للجميع قابلة بالجميع لا تقصي فئات معينة أو تقاوم دخولها ووجودها ما بعتقد إنه إحنا بنستطيع نتقدم للأمام وأكيد بتعرفي واشتغلنا مع بعض على عدد من التحديات كمان اللي بتواجه النساء لما بدخلوا السياسة وواحد منها موضوع العنف السياسي أو العنف ضد النساء في الحياة العامة واللي شفناه إنه عم بتكرس وبزيد للأسف مع التطور التكنولوجي يعني كل إشي سلاح ذو حدين يعني كما تستفيد المرأة ولكنها أيضا في كثير من الأحيان تدفع ثمنا باهضا لمثل هذه الأمور وشفنا بالفترة الأخيرة تعرض النساء بصورة كبيرة للعنف السياسي والتنمر الإلكتروني خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب الأردني إحنا بنعرف إنه هذا الأمر ليس فقط يعني بشغلنا ولكن بشغل كل إمرأة حاب إنها تكون موجودة بالعمل العام كل إمرأة اليوم معرضة إنها تكون موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي ويتم عليها التنمر أي واحدة قررت إنها تصير شخصية عامة أو تعمل في أي مهنة كانت هي معرضة إنها تكون ضحية للتنمر الإلكتروني غادة يعني في موضوع العنف السياسي تحديدا أنا كنت أشوف بأنه التطور صار حتى من حيث كسر حاجز الصمت في بداية ما بلشنا حملتنا بال2019 بشهر خمسة يعني قبل ما تقريبا عامين كان في حالة نكران كامل لموضوع العنف السياسي مع الأيام أنا بحكي لهم آلية كرة الثلج بدأت النساء بسرد قصصهم تجاربهم استمعت أنا وإياكي لما رحنا لجرش مع الكثير من أعضاء الفريق الاستشاري لتجارب النساء في كل الأردن المسألة لا تتعلق بشكل معين لا تتعلق بتوجه معين لا تتعلق بلباس معين إنما الكثير من الأحيان بيكون التنمر مبني فقط على النوع الاجتماعي والعنف مبني اللفظي أو الإيحائي اللي بنشوفهم في مواقع التواصل الاجتماعي بيكون موجه فقط للنساء نعم موجودة على اللجنة الملكية واليوم كلنا عم نشوفه وساعدين في هذه المبادرة واللجنة الملكية حكي لنا أكتر عن اللجنة وحكي لنا أكتر عن توقعاتك الأشياء الممكن تحصل خلال وجودكم وخلال عملكم باللجنة بالحقيقة يعني هذا شرف عظيم وتشريف كبير من جلالة سيدنا إن شاء الله نكون قده وعند حصن ظنه وفوضاً كمان الشعب الأردني داخلين بكثير من التفاؤل واحنا متفائلين جداً بالأسماء المطروحة الصراحة تسلميني يعني رغم كل المواقف المتباينة من محاولات الإصلاح من تشكيل اللي جان لكن إحنا ما أمامنا إلا أن نكون متفائلين ومتسلحين بالعزيمة وبالإصرار وبالتصميم إنه نعمل إشي يرضي الأردنيين اللجنة زي ما يعني ظهر في الإعلام ولا يعني أفشي سراً تقسمت العدد من اللي جان الفرعية أنا موجودة حالياً في لجنة التعديلات الدستورية ولكن كما هي الحالة دائماً أبحث عن النساء في أي تجمع فبالأمس كان عنا زي لقاء لملتقى النساء الموجودين داخل اللجنة حتى أيضاً يكون هناك في ترابط دائماً بين لجنة المرأة وكافة اللي جان الأخرى موقف تحدي واجهك خلال عملك ومسيرتك ما رح تنسي استوقفك ربما تغيرتي بعده يعني هي كثيرة المواقف والتحديات اللي بنواجهها لكن صراحة أكثر شيء أثر فيي ومن بداية تجربتي وغيرني وأشعرني كثيراً ودائماً بأهمية العائلة هو موقف أهلي وأخواني اللي ما بنساها وموقف أكيد زوجي وأولادي منهم الصغار ودعمهم الكبير إلي لأنه بدون هذا الدعم اللي الكثيرات لا يحظينا به وأنا دائماً هذا اللي بحكي مش كلنا نمتلك نفس الحظوظ في الحياة لكن فعلاً دائماً بتطلع على أنه العائلة ودعمها أثر فيي وغيرني وخلاني قديش أنا طول عمري بحس بأهمية العائلة لكن دائماً بقدس العائلة وبعتبر أنه الأهل والعائلة هم الحلقة الأقرب اللي غير اللي لا يمكن اختراقها ولا يمكن التفريط فيها أو التقصير معها بأي شكل من الأشكال يعني جميل هذا الحديث وخاصة بعد الكورونا لأنه إحنا خلال الكورونا كمان حسينا قديم مهم العائلة حسينا قديم مهم البيت حسينا قديم مهم التفاصيل الصغيرة اللي كنا نمر عليها من غير ما نهتم فيها اللمة الأكلة الأعدة الاستمتاع فما غيرت كورونا بوفاء بشكل حقيقي الكورونا يعني كشفت وجوه أخرى موجودة دائماً أنا بحكي لهم إحنا بالقانون بنحكي الأثر المنشئ والأثر الكاشف فهي ما أنشأت فينا أشياء جديدة ولكنها كشفت عن أشياء موجودة فينا وإحنا يمكن بطريقة تعطينا مع الحياة بإنشغالاتنا الدائمة بركضنا المستمر في الحياة بالنط من هون لهون مرات بننسى بعض الأشياء وبعض التفاصيل حبيت كيف رجعت ألعب أنا وولادي صراحة وهذا إشي كنت صار لفترة أنا مش عاملته أو مش عاملته بالكم الكافي وصراحة شفت أنا قديش هذا الموضوع مش مفيد إلهم بقدر ما هو مفيد إلي بيساعدني أكثر ما بيساعدهم هذا عدا عن أنهم بكونوا جداً مستمتعين ومبسوطين وشو ممكن تتعلمي من أولادك وشو ممكن تتعلمي كمان من زوجك ومن الناس اللي حواليك كمان علمتنا أشياء جديدة وطرق جديدة يعني إحنا من الناس اللي في العائلة اللي مع والدي ومع بنحب دائماً اللمة والاقتراب والاحتضاء هذا كمان كان صعب جداً في البداية فلحدة تعودنا أنه نشوف بعض من غير ما نحظوا بعض ومن غير ما يكون في هذا التواصل مرات الجسدي خوفاً عليهم طبعاً بيكون كتير سعاد أنا نصبت بالكورونا وكانت تجربتي قاسية قليلاً يعني حبيبتي ألف سلام الله يسعدك فكنت أكثر إشي حريصة عليه أنه والدتي ما تعرف آه ما تعرف ما تعرف لحد ما أطيب لأنه يعني هي حنونة ومتعاطفة لدرجة أنه ما ما تحمل عليها هذا الخبر ويعني ما عرفت إلا بعدين وكانوا يحكوا لها أنه وفاة مشغولة مش قادرة تجيكي ما بتقدر تيجي وكذا لأنها ما بتتحمل مثل هذا الخبر فهي لما إحنا صرنا بخير أنا وزوجي وأولادي رحنا عليها وشفناها وولتوا لها وقلنا لها بالآخر ألف سلام عليكم الله يسالمك حبيبتي إيش بتحكي لكل الفتيات لكل الفتيان لكل الشباب لكل السيدات اللي حبين أنهم يخودوا يعني العمل العام بشكل خاص وأيضا أنهم يعرفوا طريقهم بالحياة يعني أنا دائما غادة بحب أوجه لهم نصيحة أنهم يوثقوا بأنفسهم ويقتحموا هذا العالم ما يظلوا متراجعين وبيقدموا رجل وبرجعوا رجل ويظلوا خايفين من عالم الحياة العامة والانخراط بالشأن العام لأنه مصلحتنا ننخرط في الشأن العام لأنه مش خيارنا أن ننخرط بالشأن العام فأنا بحكي لكل الفتيات ثقوا بأنفسكم سلحوا أنفسكم بالمعرفة وبالعلم أو بالاطلاع أو بالقراءة أو بالمتابعة كمان ما تكون ثقافتنا يعني مقتصرة على السطح يعني وإنما ندخل في العمق في الأشياء ونتعلم من بعض لازم نتعلم البناء التراكمي في المسار السياسي النسوي في الأردن سعادة الأستاذة والصديقة الرائعة القريبة إلى قلبي بكل المعاني شكرا جزيلا لوجودك معانا شكرا إلك غادة شكرا على الفرصة حبيبتي تفضلي شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة